تحظى السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى ونواب بدعم مستمر من لدن جلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه كان له عظيم الأثر على ألية العمل البرلماني في مملكة البحرين نعم دور كبير ومسؤول تؤديه السلطة التشريعية يتمثل في سن تشريعات وتحديث القوانين بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السديدة لتعزيز مسيرة التنمية والمضي قدما نحو تحقيق الرقي الكامل لمملكة البحرين أن نجدد شكرنا وتقديرنا لما تقوم به السلطة التشريعية من دور كبير في تقوية وإرساء التقاليد الصحيحة والارتقاء بآفاق العمل الوطني الذي لا سقف لطموحاته ونشير هنا بأن تحقيق التطلعات الوطنية يتطلب على الدوام المزيد من التنسيق والتعاون بين السلطات وأن تتحمل كل سلطة لمسؤوليتها المناطبها دستورياً باستقلالية تامة قيمة عليا توسدت بدن السلطة التشريعية التي استنهض بها ونمت إنجازاتها سنة تلو الأخرى بفعل مشروع إصلاحي عميق بمضامينه السامية التي أعلت منزلة العمل الديمقراطي وأطرت ملامح الحياة السياسية وحتى قد كفلت رزمة من المبادئ الرفيعة التي عززت دولة القانون والمؤسسات وقادت نحو بناء أسس دستورية عصرية وحضارية تتفق مع معالم مملكة مدنية حديثة تحرص على تطوير السياسات والتشريعات من أجل إحلال أوجه التطور والنماء بين ربوع مجالاتها ورؤيتها واقعا ماثلا يتماهى مع المكانة المتميزة التي تبوأتها البحرين إقليميا ودوليا على صعيد العمل السياسي والممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان دعم ملكي ومساندة حكيمة تعي أهمية العمل التشريعي وتقف على مجمل الأسباب التي تدفع به إلى الأمام لتستدل في الوقت عينه على مكام المعضلات والمعيقات التي قد يكون لها ذلك التأثير غير المحسوب في العودة به إلى الوراء فقدما أخذ بيد المسيرة التشريعية نحو آفاق أوسع من العطاء وحظ المكتسبات ارتكازا على روح العمل الموحد والتفاهم التشريعي بين مجلسي الشورى والنواب لآداء دورهما الوطني في سن التشريعات والتحديث القوانين بما ينسجم مع التوجهات الملكية السديدة لتعزيز مسيرة التنمية والمضي قدما نحو تحقيق الرقي الكامل لمملكة البحرين ولطالما كانت الخطب السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه نبراسا تهتدي به السلطة التشريعية في عملها لتبذل ما بوسعها من جهود حثيثة تصب في خانة تعزيز منظومة التشريعات الوطنية والعمل بروح المسئولية للحفاظ على مكتسبات المواطنين باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن ومحور تنميته المستدامة في كل فصل تشريعيا تحرص السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب على تصطير منجزات وافرة رافقت مشوار العمل البرلماني وعبر عقدين زاهرين من حكم جلالة الملك عاهل البلاد المفدة أيضه الله الذي صنع نهضة تشريعية جاءت بمثابة أيقونة حضارية مشعة مهدت الطريقة لقيام دولة مؤسسات وقانون مبنية على أسس من العدالة والمساواة والشفافية لتلفزيون البحرين محمد رشادات